نعى التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة تعز رحيل الأستاذ والتربوي القدير والشخصية الوطنية هيال فرحان عبد السلام والذي وافته المنية في مدينة تعز يوم أمس أول أيام عيد الأضحى المبارك وتم تشيعه اليوم السبت إلى مثواه الأخير وقال إصلاح تعز في بيان النعي لقد كان الأستاذ هيال فرحان من الرعيل الأول والكوكبة الأولى التي أخذت على عاتقها تنوير الجيل السبتمبري والعمل إثر قيام ثورة سبتمبر دفاعا عن أهداف الثورة ونشر الوعي الجمهوري وتأسيس التعليم المجاني ليصبح مشاعا ومتاحا لكل المواطنين بعدما كان محصورا لفئة سلالية محدودة في العهد الإمامي وأشار إصلاح تعز إلى أن الفقيد تقلد عدة مواقع ومناصب في السلك التربوي وانتخب نقيبا للمعلمين عام 1965 ميلادية وبقي رحمه الله ينشر العطاء والخير وقيم الجمهورية والعلم طيلة حياته كشخصية اجتماعية مؤثرة محبة للجميع يتحرك بعقلية حكيمة وفكر وطني مستنير حتى وافاه الأجل وعبر إصلاح تعز عن خالص تعازيه ومواساته لأولاد الفقيد وكافة أفراد أسرته وتلاميذه وإنا لله وإنا إليه راجعون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر